دول الخليج تسحب سفراءها من قطر إنه الخبر الذي اشتاح وسائل التواصل الخليجية والعربية متصدرا قائمة موضوعات تويتر فور إعلانه ظهر اليوم وذلك بعد فشل كافة الجهود لدفع قطر إلى الالتزام بإجراءات مجلس التعاون الخليجي كما جاء في بيان مشترك للدول الثلاثة وكان من اللافت تأييد المغاردين الفوري لهذا القرار وإلى الرابع من نارس وهو الاشتاغ الذي أطلقه الإخوانيون بالإمارات بمناسبة مرور عام على محاكمتهم بهدف كسب التعاطف ولكنه في الواقع انقلب عليهم سقطت فيه الأقنع التي كانت تستخدم من الدين ساترا لها وتم الكشف عن حقيقة قذارة التنظيم العفن والمعفنين المنتمين إليه ممتاز يا أخونا ذكرونا كل سنة بالرابع من مارس حتى الشعب هو مشغول في إنجازاته وسعيد بإبداعاته ما ينسى خيانتكم كما حاول المغاردون الإماراتيون الاشتاغ إلى توثيق لذكرى شهيدهم الضابط طارق الشحي الذي استشهد في البحرين أمس الرابع من مارس أيضا وهو يؤدي مهامه الوطنية وجعلوه ناشطا بقوة إلى أن تصدر لائحة تويتر الإمارات أمس واليوم باختصار هاشتاغ الرابع من مارس أراد فيه بعض أهالي التنظيم السري سكب دموع التماسيح ونشر سلعتهم الفاسدة أما في تويتر العالمي فقد حاز هاشتاغ الأوسكر على مشاركة المغاردين حول العالم متصدرا الموضوعات الأكثر تفاعلا لليوم الثالث على التوالي متداولين أخبار الحفل ونجومهم المفضلين كما أنشأ المغاردون العرب نسختهم العربية الخاصة من هاشتاغ الأوسكر الذي لم يخلوا من التعليق على مظهر النجوم وإطلالاتهم المتنوعة متداولين أطرف لقطات الحفل هذا العام وإلى تويتر الاجتماعي وسؤال جذب اهتمام المغاردين عبر هاشتاغ ماذا تفعل حين تشعر بالملل؟ السؤال العفوي لاقى إقبالا كبيرا فكان ضمن الأكثر تفاعلا على قائمة موضوعات تويتر صباحا متشاركين من خلاله أفكارا للقضاء على الملل أطالع صور جديمة أشتري كتابا أحاول طفلا وأكتشف مفاهيمها عن الحياة أدخل تويتر وكان من اللافت أن الأكل كان النشاط المفضل لدى الكثير من المغاردين إلا أن بعضهم كان أكثر نشاطا أرقص وأكل مرات ناكل وساعات ناكل بعد ترجمة نانسي قنقر